بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات تلميذ التلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة القراءة نعم في هذه الحصة إن شاء الله سننجز النص الوظيفي الثاني نعم الصفحة 124 نعم الوحدة الرابعة إذن كالعادة نستهل هذه الحصة بالإجابة عن أسئلة أتهيأ للقراءة سوف نحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة حتى نهيئ نعم للنص الذي بين أيدينا إذن نلاحظ معي السؤال أذكر بعض الصناعات التقليدية المنتشرة في مدينتي أو قريتي إذن كل واحد منكم أو كل واحدة منكم نعم تذكروا ما هي الصناعات التقليدية المنتشرة سواء كنت داخل المدينة أو كنت نعم داخل القرية إذن ما هي الصناعات التقليدية المنتشرة في منطقتك سواء المدينة أو القرية إذن لا بأس هنا سنذكر ببعض الصناعات التقليدية المنتشرة في بعض المدن والقرى المغربية إذن نقول مثلا تنتشر الصناعات التقليدية في عدة مدن وقرى وهي كثيرة ومتعددة نجد مثلا صناعة الملابس التقليدية كالجلابة والقفطان والجبادور والفقية والقندورة إلى آخره إذن هذه صناعات الملابس التقليدية هي تدخل ضمن الصناعة التقليدية للملابس كذلك صناعة الخشاب والزخرفة عليه وهي كذلك منتشرة في جميع مدن المغرب لدينا كذلك صناعة الزرابي إذن هنا صناعة الزرابي صناعة الخشاب كذلك هنا لدينا صناعة الملابس التقليدية نعم قلنا صناعة الزرابي وهي منتشرة في عدة مناطق وهي تختلف من منطقة الأخرى كالرباط وفاس والمناطق الأمازيغية مثلا المناطق الأمازيغية ثم منطقة تزنخت لا بد أن نوضف مثلا الزربية التزنختية وكذلك صناعة الفخار كذلك هي منتشرة في مدن فاس وآسفي نعم كمثال فقط ثم كذلك في بعض القرى هنا هنا كذلك صناعة المجوهرات والحيلي وهي منتشرة كذلك في عدة مدن وقرى صناعة النحاس صناعة الحديث المطروق ثم المصنوعات الجلدية صناعة البروكار إلى آخره من الصناعات التقليدية المنتشرة نعم في المدن والمناطق والقرى المغربية السؤال الموالي أصف لباس الحيك كيف تتم صناعته إذن الحيك هو لباس مغربي تقليدي سوف نصفه ونذكر كيف يتم صناعته الحيك هو كساء من القماش معنى كساء أي زي من القماش من الثوب كانت تضعه النساء في بعض مناطق المغرب فوق ملابسهن عند الخروج من البيت وهو زي يغطي جسد المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ويغطي أيضا جزءا من وجهها حيث لا تظهر منه سوى العينان يتم صنعه عن طريق نسج الخيوط من طرف صناع تقليديين مختصين إذن الحيك هو من منتجات صناعة تقليدية يتم نسجه عن طريق المنسج من طرف صناع تقليديين مختصين إذن هذا كل ما يتعلق بالحيك ثم كيفية صناعته ثم لدينا السؤال ألاحظ الصورتين وأذكر ما تعبراني عنه لاحظوا معي الصورة الأولى ثم الصورة الثانية الصورة الأولى تعبر عن يد صانع تقليدي نعم وهو يمسك بهذه الآلة التقليدية وتسمى بالمنسج وهو نعم ينسج ثوبا عن طريق الخيوط كما تلاحظون إذن هذه الألة تسمى المنسج نعم وهذه المهنة تسمى بالدرازة إذن بالنسبة للصورة الأولى نلاحظ أن هناك صانعا تقليديا وأمامه منسجا ينسج ثوبا كما قلنا الآن الصورة الثانية لاحظوا معي الصورة الثانية هناك أتواب وهي معلقة ثم طوية كذلك ماذا نقول في الصورة الثانية الصورة الثانية أثواب ملونة وجميلة معلقة وهي تمثل الحايك المغربي الأصيل كما تلاحظون نعم هو هذه الأثواب هي مزركشة جميلة ذات ألوان زاهية وبراقة نعم يتعلق الأمر بالحايك المغربي ثم لدينا ماذا يفعل الشخص في الصورة التي توجد على اليامين نعم كما قلنا هذا الشخص ماذا يفعل أي هو يقوم بنسج ثوب الصورة صانع تقليديا وهو منهمك في نسج ثوب تقليدي بواسطة آلة تقليديات تسمى المنسج ثم لدينا السؤال الثالث ما المنتج الذي تظهره الصورة الموجودة على اليسار كما قلنا هذه الصورة على اليسار ماذا تمثل قلنا نسمي تلك المنتج بالحايك وهو منتج تقليدي من منتجات صناعة التقليلية إذن هنا الأمر يتعلق بالحايك ثم لدينا رابعا أقرأ العنوان والجملة الأولى وأتوقع المجال الذي سيتحدث عنه النص العنوان هو صانع تقليدي ثم الجملة الأولى يستيقظ باكرا كل يوم إذن هنا يستيقظ من يعود نعم من يستيقظ باكرا كل يوم إذن هنا الأمر يتعلق بالصانع التقليدي بهذا الصانع التقليدي الذي يستيقظ كل يوم إذن سنختار نعم أو نتوقع عن ما سيتحدث عنه النص نطلقا من هذه الاقتراحة الثلاث لدينا حياة صانع تقليدي الصناعة التقليدية بالمغرب عمل صانع تقليدي إذن ماذا نختار إذن هنا بالنسبة للصناعة التقليدية بالمغرب نعم هذا اقتراح غير صائب إذن نتوقع حياة صانع تقليدي ثم عمل صانع تقليدي إذن هنا ممكن أن نتوقع الاثنين حياة صانع تقليدي ثم عمل صانع تقليدي حياته وعمله نمر الآن إلى قراءة النص قراءة متأنية تحترم علامات الترقيم صانع تقليدي يستيقظ باكرا كل يوم يرتدي جلبابا شفافا في الصيف وجلبابين صوفيين خلال فصل الشتاء يحرص على ضبط حركاته حتى لا يوقظ سكان الدار يمر على المسجد ليصلي ويرتل ما تيسر من القرآن الكريم قبل أن يتجه إلى ورشة الدرازة ورث صنعة الحيك عن أبيه يحرص في عمله على أن ينتج أكثر ما يمكن من الأمتار بالجودة وبالجودة المعهودة علاقة قوية تشده إلى المنسج وإلى الخيوط وألوانها أحمر أزرق أخضر أصفر تتشابك في تناسق لتنسج قماشا زاهي الألوان سيتلألأ فوق رؤوس النساء ألوان قوية تشبه ألوان الأشجار والظهور على ضفاف النهر الخصبة داخل الورشة لا تهدأ الأيدي والأرجل عن الحركة كما لا تكف الألسنة عن الكلام والضحك خلية واحدة من المعلمين والمتعلمين في سباق ضد عقارب الساعة والطيب سيد الطيب كما ينادونه مركز هذه الخلية يحترمونه ويحبونه وهو يقود الورشة في معركتها اليومية ومنافستها للورشات الأخرى فالسوق لا يرحم والسمعة لا تكتسب إلا بالعمل المتقن والتنويع في الزخرفة وتركيب الألوان عند آذان الظهر يتوقفون عن العمل ويدهب أحد المتعلمين إلى البيت ليأتي بطعام الغذاء بعد الصلاة يتحلقون ليأكلوا جماعة مواصلين الحريب لكن الموضوع المفضل لهؤلاء الحرفيين هو الاحتفال بفصل الربيع والخروج إلى النزهة بضواح المدينة والاستماع إلى الطرب وقصص ألف ليلة وليلة وأكل ما لذ وطاب عادة يتم الإعداد لها قبل الأوان وتكون مناسبة للابتعاد عن مكان العمل المحبوس بين جدران ضيقة تصرهم البساتين المنتشرة على حافة أسوار المدينة ويتجولون في الطبيعة مستمتعين بتغريدات الحساسين والشحارير تضحك النفس وتنتعش بعد الكد والعمل والطيب فرح بلقاء الربيع وهو يستمع إلى قارئ ألف ليلة وليلة إذن هنا قرأنا النص قراءة معبرة تحترم علامات الترقيم نمر الآن إلى الإجابة عن أسئلة أفهم وأحل السؤال الأول أربط كل كلمة بمعناها وأركبها في جملة إذن هنا لدينا نعم كلمات من النص لدينا ورشة ثم الدرازة ثم صنعة إذن ماذا تعني كلمة ورشة؟ هل حرفة يدوية أم معمل صغير أم الحياكة والنسج؟ إذن كما تلاحظون فمعنى ورشة أي هي معمل صغير معمل صغير نصلها بخط نعم الدرازة هي الحياكة والنسج نعم هذه مهنة من المهن لتدخل ضمن الصناعة التقليدية صنعة أي حرفة يدوية نعم صنعة تعني حرفة يدوية إذن بنسبة لصنعة وهي حرفة يدوية إذن سوف نعطي نركبها في جملة لصنعة نقول مثلا الحياكة الحياكة صنعة صنعة الحياكة صنعة تقليدية تقليدية نعم عريقة عريقة أي قديمة ثم لدينا ورشة نركبها في جملة هنا معنى ورشة نعم نقول مثلا يذهب يذهب الصانع إلى ورشة مثلا ورشة عمله باكرا نعم يذهب الصانع إلى ورشة عمله باكرا ورشة عمله أي إلى معمله الصغير ثم نركب كلمة الدرازة في جملة كذلك نقول الدرازة الدرازة نعم الدرازة من الصناعات من الصناعات صناعات التقليدية نعم تقليدية نعم القديمة قديمة القديمة نعم السؤال الثاني أذكر كلمات من عائلة كلمة الجودة نعم سوف نأتي بكلمات من عائلة كلمة الجودة لدينا هنا الجودة الفعل هنا أجادة نقول مثلا مجويد نعم اسم الفاعل مجويد نعم مجويد ثم نقول مثلا هنا تجويد تجويد هذه كلها كلمات من عائلة نعم كلمة الجودة ثم نقول هنا مجويد هنا مجويد وهنا مجويد نعم السؤال الثالث ماذا لدينا أقرأ السطرين الأولين من النص ثنائيا مع رفيقي أو رفيقتي قراءة هامسة ونحتكم إلى بطاقة التقويم بالصفحة مئتان وأربعة وعشرون هنا يتعلق الأمر بقراءة النص قراءة متأنيتان تحترم علامة الترقيم نعم تحرصون على قراءة النص قراءة معبرة تحترم علامة الترقيم السؤال الرابع أضع خريطة كلمة الكدو نعم هنا نأتي بخريطة كلمة الكدو نحدد نوعها ثم ضدها ثم مرادفها بعد ذلك نركبها في جملة مفيدة إذن ماذا نقول الكدو لاحظوا معينا الكدو هذا اسم إذن نوعها نقول اسم نعم اسم ثم مرادفها معنى الكد الكد معناه الجهاد العمل والجهاد نقول نقول مثلا الجهاد نعم الجهاد أو العمل ثم ضدها ضد الكد وهو الكسل نعم التكاسل أو الكسل الكد ضدها الكاسل أستعملها في جملة نقول مثلا الكدو نعم الكدو الكدو أي الجهاد الكدو من من شيامي من شيامي أو نعم من شيامي أي من خصالي من شيامي الناجحي نعم الناجحي نعم من خصالي الناجحي أركب جملتين باستعمال صانع وتششابك إذن سوف نركب جملتين نستعمل فيها صانع ثم تششابك إذن ماذا نقول نعم الجملة الأولى نقول الطيب الطيب نعم صانع 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 ماهر نعم هذه الجملة الأولى نقول جملة الثانية مثلا تتشابك تتشابك الخياط تشابك الخياط في في أيدي الصانع التقليدي نعم تتشابك الخياط في أيدي الصانع التقليدي هذا بالنسبة للسؤال الخامس السؤال السادس ما الشخصية الرئيسية في النص كيف تعلم صنعة الحيك إذن الشخصية الرئيسية في النص هو السي طيب أو سيد الطيب كما ينادونه إذن الطيب هو الشخصية الرئيسية في النص تعلم صنعة الحيك من أبيه عندما كان صغيرا أي منذ طفولته حتى صار ماهرا في هذه الحرفة السؤال السابع أذكر أعضاء الجسد التي يستعملها الدرازون في النص إذن بالنسبة لمهنة الدرازة ماذا يستعمل الحرفيون أو الصناع التقليديون عندما يمارسون مهنة الدرازة الأعضاء التي يستعملونها إذن انطلاقا من النص نعم يستعمل الدرازون في عملية النسج الأيدي والأرجل معا إذن يستعملون الأيدي والأرجل ثم تامنا كيف يضمن الطيب جودة منتجاته كذلك انطلاقا من النص يضمن الطيب جودة منتجاته بالعمل المتقني والتنويع في الزخرفة وتركيب الألوان إذن هنا هذا الجواب من الفقرة الثانية إذن العمل المتقن التنويع في الزخرفة وتركيب الألوان تاسعا يحب الطيب وأصحابه الحديث عن النزام الذي يدل على ذلك في النص إذن هنا العودة إلى الفقرة الثالثة هنا هنا نعم الفقرة الثالثة إذن العودة إلى الفقرة الثالثة نجد أن النص هنا أو الفقرة الثالثة تتحدث عن حب الطيب وأصحابه لنعم الحديث عن النزهة وأجواء فصل الرابع إذن ماذا نقول تاسعا يحب الطيب وأصحابه الحديث عن النزهة وذلك من خلال الفقرة الثالثة نعم الفقرة الثالثة تبتدئ من لكن الموضوع المفضل لهؤلاء الحرفيين هو الاحتفال بفصل الرابع إلى والطيب فرح بلقاء الرابع وهو يستمع إلى قارئ ألف ليلة وليلة السؤال العاشر هل علاقته بالعاملين معه علاقة عملي فقط أوضح جوابي إذن كيف هي علاقة الطيب أو الطيب بالعاملين معه هل هي علاقة عمل فقط أم هي علاقة مبنية على أشياء أخرى أوضح جوابي علاقة الطيب بالعاملين معه ليست علاقة عمل فقط وإنما هي علاقة محبة وصداقة فهم يشكلون خلية واحدة في سباق ضد عقارب السعى ويقضون أوقات عمل ممتعة حيث الهزل والضحك والكلام طيلة أوقات العمل كما أنهم يتناولون طعام الغداء جماعة إذن فهي علاقة حب وصداقة مبنية على الاحترام بين سائري العمال والعاملين وبين الس الطيب أو الطيب الآن نمر إلى أسئلة أركب وأقوم أختار من بين العبارات الآتية عنوان آخر للنص الصناعة التقليدية حياة صانع تقليدي الدراز الطيب إذن ما هو العنوان المناسب للنص؟ إذن لدينا الصناعة التقليدية هنا النص هذا العنوان هو عنوان غير مناسب حياة صانع تقليدي كذلك هنا هذا ممكن أن نختار حياة صانع تقليدي ولكن هنا هذا العنوان ليس أكثر دقة بالنسبة للدراز الطيب نعم هذا العنوان هو عنوان مناسب إذن نقول أختار من بين العبارات الثاني عنوان آخر للنص إذن نختار الدراز الطيب السؤال الثاني أعبر عن الأفكار الواردة في النص أي هنا سنأتي بالأفكار الأساسية فقرة الأولى الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ماذا لدينا؟ إذن لدينا هنا الفقرة الأولى الثانية الثالثة ثم الفكرة بالنسبة للفقرة الأولى الفكرة هي حرص الطيب على الاستيقاظ باكرا وعلى جودة عمله جعلت منتوجاته داد جودة عالية إذن هذا بالنسبة للفقرة الأولى بالنسبة للفقرة الثانية تنظيم العمل داخل الورشة كخلية واحدة وأجواء العمل داخلها المبنية على الاحترام جعلت من الطيب هو مركز هذه الخلية الفقرة الثالثة تتحدث عن ما يلي استمتاع العاملين وعلى رأسهم الطيب بأجواء فصل الربيع على نغامات الموسيقى وتغريدات الحساسين والشحارير هذه تتعلق بالأفكار الأساسية أو التعبير عن الفقرات الأولى الثانية ثم الثالثة السؤال الثالث كيف هي أجواء العمل داخل الورشة؟ أجواء العمل داخل الورشة مبنية على الاحترام المتبادل بين جميع العاملين وهي تمر في أجواء الكلام والضحك بين أعضاء الخلية إذن فأعضاء الورشة أو العاملين بالورشة نعم تجمع بينهم نعم علاقة طيبة والأجواء العمل تمر في في الاحترام والمودة والصداقة نعم بينهم وبين الطيب أستخرج بعض الصفات قائد الورشة إذن هنا بالنسبة للطيب هو قائد الورشة نعم يتمتع بصفات شخصية وصفات مرتبطة بالعمل إذن بالنسبة للصفات الشخصية الاستيقاظ باكرا هذه من صفات الشخصية التي يتميز بها طيب كذلك احترام الجيران ويحترم الجيران عندما يستقض باكرا يحرص على ألا يحدث ضجيجا نعم إلى آخره كذلك هو حريص على صلاة الفجر وترتيب القرآن ثم تقدير واحترام أعضاء خلية العمل إذن هو يحرص ويحترم يحريص على تقدير واحترام نعم العاملين معه داخل الورشة كذلك نهم يحب الحياة والاستمتاع بفصل الربيع بالنسبة للصفات المرتبطة بالعمل نعم هو يحرص على إنتاج أكبر ما يمكن من الثوب وبجودة عالية هنا يحرص على إنتاج أكبر عدد من الأتواب والحيك نعم وبجودة عالية كذلك هو معروف بالكد والاجتهاد في العمل أي أنه يجتهد في العمل ويتفانى فيه كذلك قيادة خلية العمل هو القائد ومركز خلية العمل داخل الورشة ويحرص على توجيهها نعم والحرص على مصلحتها إذن هذا كل ما يتعلق بالصفات هناك صفات شخصية وهناك صفات مرتبطة بالعمل ما بعض المعلومات التي توقعتها ولم يذكرها النص هنا كل واحد منكم نعم يدون المعلومات أو التوقعات وفي الأخير نعم تتحققون منها هل نعم هل هذه التوقعات كانت صائبة أم لا إذن هكذا ننتهي أو ننهي هذه الحصة أضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة